أوحش الكويسين بالظبط يعني كان الأفضل أنك أنت تحقق التعادل الإيجابي وكان الأفضل والأفضل أنك أنت تفوز تفوز بشيء هي نتيجة كويسة لكن مش أفضل نتيجة الكويسة بالظبط يعني لكن في النهاية برضو كان وارد جدا وكان طبيعي جدا أنك تستقبل في رادس ممكن واحد وممكن أكتر يعني ده السيناريو كان وارد هو يعني كل السيناريوهات كانت تروحها فعلا فهي النتيجة المحيرة زي ما بيقول خلينا نقض الإحصائيات واسمع تعليقك على نسخة الترجي في رادس وهل تتوقع أن الترجي اللي يزر قدام الأهلي في صدق قارير ومساب هيلعب بنفس الطريقة نفس التشكيلة نفس الأسلوب ولا ممكن يبقى فيه تغيير يعني المباراة كان كاستحواز كان بشكل طبيعي أنه إحنا لو جئنا بصينا على الشمال ده الترجي والعليمين النادي الأهلي فريق الترجي يعني فكرة أن 53 فيما استحواز 47 النسبة مش كبيرة قوي المباراة كانت متكافئة بشكل كبير صناعة الفرص أو الفرص الكبيرة اللي كانت راحت على مرمى الأهلي ما كانتش غير فرصتين بس منهم الفرصة اللي اتكلمنا عنها من شوية بتاعات رودريجيز رودريجيز مصطفى شبير صدها التوتال شوتس اللي على المرمى عشرة وعشرة إحنا لو جئنا بصينا هنلاقي أن أصلا الأهلي كانت تزديلاته من خارج المنطقة أخطر من تزديلات الترجي تزديلات حسين الشحات تزديلات إمام عشور تزديلات أبو علي دي من تزديلات الأخطر يعني جول كيبر سيفز هو طبعا دي ممكن ما يكونش مكتوب فيها بتاعت شبير لأنها مكتوب زيرو ما تحسبتش ما تحسبت ضربة مرمى بالضبط لكن الكرة اللي صدها كانت التزديلات تاعت حسين الشحات اللي مسكها بسهولة الركنيات نفس الكلام برضو اللي هو الأهلي كان نوعا ما هو اللي بيجازف أنا بس عايزة أشير لنقطتين مهمين جدا وده نجاح لمارسل كولر في الحد من خطورة الكرات السابتة بالترجي اللي هما بيرهنوا عليها وبيجويدوها بشكل كبير جدا يعني لما نتكلم في الكورنر الكورنر كيكس عند الأهلي ليه ثلاثة الترجي مالوش ولا ضربة ركنية الفاولات اللي أغلبها على فكرة بالمناسبة كان هداية كده على طبق من فضل من مصافة غربال لكمية فاولات وهمية أتحسب لتحولين البوكس بتاعنادي الأهلي في المباراة ما فيهاش أي شبهة فاول دي حاية يعني منها كورة أكرم توفيق يعني هو كان يتجنن الحمد لله ما خدش ساعتها أنظار فيها هو كان يتجنن فيه كورة لا فيه فاولات كتير قوي 3-4 فاولات ما فيهش تلامس يعني ممكن يقول لك احتكاك قد يفسر بطريقة سقوط معينة انها ممكن الحكم يتخدع فيها لكن انه يبقاش فيه احتكاك أساسا انه لعيب مالا ما سوش أساسا وتمره واثنين وثلاثة على حكم بحجم مصافة غربال في نهاي دوري أبطال كانت نسبالي الحقيقة كانت على نستخدم كبيرة فعلا لكن بشكل عام طب نكمل بيات الأرقاء أنا بس وقفت مع الكوار السابتة لأنه كان واحد من أسلحة اللي احنا حذرنا بشكل كبير جدا منها في تونس وفي حاجة كمان يا أحمد هضفها على كلامك في موضوع الكرات السابتة هي تنفيذ الأهل للكرات السابتة لو هنا بصنا في أول تلت ساعة كان فيه ركنية متعبت على الخوز بتاع السندوق من مميزات الترجي أنه دايما في الكرات الركنية اللي تتلاعب جوه البوكس وتحديدا جوه منطقة الست ياردات بتكون فيه صعوبة في التعامل معها إن ده كمهاجب صحيح فقرر مرسل كولر أنه يغير التكتيج بتاعه خالص في الركنيات ويلعب معظم الركنيات على البعيدة أو على خارج المنطقة يبقى مقطوع على القريبة ودي حاجة من الحاجات اللي برضو تأكد لك إن الراجل ده دارس وفاهم كويس جدا نترجي قبل يعني أنا بتهيال إنه مع صعوبة التنفيذ ذي لأنها بتتطلب إجادة وتفاهم بشكل كبير جدا أنا بشوف كمان إنه فيه أسلوبين لما بتلعب مع فريق بيجيد ألعاب الهوى وإنه الأطوال عندهم بتسمح لهم إنه هم ما يمنعوا أي خطورة من الكرات السابتة الكورنر اللي بتلعب دايما على القريبة واللي بيحصل إنه لعب من فريقك يحول اتجاه الكرة يغير اتجاه الكرة فبالتالي بيقى صعب جدا على المدافع اللي هراء في ظل دي المسافة دي إنه يتوقع كورنر عبها على البعيدة والعيدة بسبب دي المسافة أو أسر المسافة بيبقى سهل إن المهاجم أو حد من لعابتك اللي موجودة يخطف ويسجل بقى لكن دايما هتلاقي إنه في كل الركنيات اللي بتتلعب على الترجي إن الزيادة العددية عندهم في نص في جوه منطقة التمنتاشر تسع لعيبة تعليمات واضحة الأهلي ما يسجل يعني مش مهم إحنا نسجل بس الأهم إنه الأهلي ما يسجلش طب نكمل يلا لكن زي ما شفنا إحنا وقفين عند الكرات الطويلة الكرات الطويلة إحنا بنتكلم في إن كان في يعني للأهلي 48-22 منهم صحيحة ونحة الثانية 54-26 منهم صحيحة النسب متقربة جدا يا أحمد 48% دقة وهنا 46% الدقة ده إندل فيدل على إن عندنا اتنين من اللعيبة الكرياتور جدا في تنقل القرات سواء رامي ربيعة أو محمد عبد المنعين في موضوع اللونج بول اللي بيتلعب من اللين فيهم واحدة منهم كانت ممكن تكون هدف لولا بس يعني لو كانت قلت قوتها يعني نسبة صغيرة جدا من الشاحات وتلعب أمان الله ما ميش مساك العرف يعني دي ودي واحدة من الحاجات اللي كان بلعب عليها مارس الكولور أخد بالك برضو سنس الملعب والأرضية مختلف طبعا مختلف مساحات مختلفة بتأثر بشكل كبير جدا غير لما تلعب على أرضك وعلى أبعاد ملعبك اللي انت لعبت على في الموسم 15-20 ماتش فبالتالي انت حساسية الباس بتاعك بالذات في اللونج بولز دي بتبقى أفضل بكتير جدا من اللي ما تلعب على وخصصا أنه الحقيقة يعني ملعب حمادي العقرابي يعني مستوى أديله 7 على 10 على مستوى الأرضية ويعني الحجم بتاع الملعب مساحاتها نحن نهاردة بنشوف في أفريقيا ملعب على أعلى مستوى بصحة دي حقيقة دي حقيقة وأخيرا موضوع الكروسس الكرات العرضية اللي تلعبت من الفريدين طبعا التراجل كان أكتر لأن التراجل كان دوافعه أكبر وإحنا فرق معنا جدا إصابة علي معلول لأنه كان دايما بيكون اللعيب اللي بيطلع يعمل الأوفر ولعب النحية الثانية اللي بيغطي هو هاني كان النحية الثانية علي معلول هو اللي بيطلع يعمل الأوفر والواجبات الدفعية اللي كانت عند كريم فؤاد لما نزل وقدم مباراة كبيرة الحقيقة سواء أوه وحسين الشحات في مراقبة ينسس قدت إلى إن انعدام الخطورة الهجومية من الأطراف صحيح هو تقريبا الترجي مرحش يعني هجوميا الترجي مظهرش وما تقدرش تقول إنه الترجي عنده اللعيب اللي يصنع الفرق يعني اللي لفت نظري يعني قلت ده يمكن اللي تجوفي على مدار الأسبوع وبعد المباراة هو ينسس ده اللي حسيت إنه ممكن يكون مصدر خطورة عنده كرة في حاجات كتيرة جدا طيب عايز أقف معك مع تقييمات اللعيب أشوفك أشوف وجهة نظرك تتفق تختلف سواء في الفرقتين في الأهلي أو الترجي ومن بعدها نشوف قرأتك للسيناريو كاردوزو وكولر في مباراة العودة بس تسمح لنا فاصل ونرجع نكمل كلام صحب